موسيقى موسيقى عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير ومرحبا بكم في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة والذي نطالع فيه أهم وأبرز مقلة المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من موقع عدن الغد والذي تابع الهجوم الإرهابي على معسكر الصولبان في عدن وعنون الموقع استمرار الاشتباكات في محيط معسكر القوات الخاصة وطيران التحالف يحلق فوق حي الصولبان وقال سكان محليون لعدن الغد أن الاشتباكات في محيط معسكر القوات الخامسة بدأت الخامسة فجرا وحتى السابع والربع صباحا وسط تحليق لطيران التحالف فوق حي الصولبان ويتابع الموقع هاجم انتحاري يقود سيارة مفخخة بوابة معسكر القوات الخاصة في الصولبان أعقبه هجوم انغماسي لمسلحين وقال مصدر أمني لعدن الغد أن عددا من الجنود قتلوا في الهجوم وبحسب المصادر فقد استخدم المهاجمون قذائف الاربي جي وإلى موقع المصدر أونلاين والذي تابع التطورات الميدانية الجيش الوطني يتقدم باتجاه معسكر للحثيين في المتون وطائرات التحالف ترافق الهجوم وقال مصدر المحلي في محافظة جوف إن مقاتلات التحالف استهدفت بثمان غارات مواقع وتعزيزات لميليشيا الحثي والصالح شمال مديرية المتون بعد محاولتهم شن هجوم باتجاه مواقع الجيش والمقاومة مساء الثلاثة وأكد المصدر أنه رغم ضراوة الهجوم الذي شنته الميليشيات إلا أن رجال الجيش ومسلحي المقاومة تمكنوا من صد الهجوم وألحقوا خسائر كبيرة في صفوف الميليشيا وسيطروا على موقع جديد مطل على معسكر حام الذي تسيطر عليه قوات الحوثي وصالح ويتابع الموقع يعتبر معسكر حام أهم ثكنة عسكرية للحوثي في محافظة الجوف بسبب موقعه الاستراتيجي وإطلاله على المديريات التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين كما أنه أول معسكر أنشأه الحوثيون في الجوف عام 2006 ويطلق عليه اسم معسكر الصابرين عن العيد الذي فقد الكثير من معانيه وأفراحه كتب فهيم عبدالله محسن مقاله المنشور في موقع عدن تايم وقال الكاتب كيف نشعر أننا في عيد ووطننا يصرخ ويئن وينزف كيف نفرح بالعيد والتفتت والتشرذم والتباغذ والتآمر والتجويع ما زال مفروضا على الوطن والمواطن ويفرح حكامنا بمن احتل واغتصب الأرض واغتال وذبح وقتل وشرد البشر ودمر الشجر والحجر ويداه ملطخة دون عقاب بدماء الأبرياء كيف نفرح بالعيد وكل يوم نكتشف مقبرة جماعية لشهداء الوطن جراء مذابح ارتكبت في حق خيرة أبناء الوطن عيد بأي حال عدت يا عيد وذاكرتنا التاريخية تشوش وتميع متاحفنا وكنوزها الأثرية تسرق وتنهب وتحرق جامعاتنا في ذيل القوائم وقضاؤنا لا يقوى على استقلاليته وعلماؤنا يستنزفون ثقافة غثة إعلام يحذر نحصد أصفر رياضية لا ميداليات ذهبية رأينا المعاناة في الحرب والتي بيانت أن الظروف والمراحل التاريخية الصعبة التي مر بها الشعب والمآسي الذي تعرض لها على يد السلطة المقتسمة له غاصبة لحقوقه وتعمل على المحاولات اليائسة من أجل تشويه معاني العيد وتثنيه عن الاحتفال به ولم يزد المواطن إلا إصرارا وتصميما على الاحتفال به وإحياء طقوسه حتى الآن مؤكدين بذلك عزمهم على مواصلة وجودهم في الحياة وإثبات الذات حتى إزالة الاضطهاد بحقهم وتحقيق الحقوق لأننا نعلم يقينا أن الخير في هذا الشعب وأن النصر له ولكن الأمر مرهون بتغيير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا إلى عدن تايم والذي عنون في صفحته الرئيسية القبض على قيادي في القاعدة بحضر موت وقال الموقع أعلنت مصادر أمنية يمنية القبض على قيادي في تنظيم القاعدة في بلدة غيل باوزير بحضر موت بالإضافة إلى أحادي مرافقي وقالت مصادر أمنية إن قوة خاصة داهمت وكرا إرهابيا في غيل باوزير واعتقلت القيادي في تنظيم القاعدة أنور طالب بالإضافة إلى أحد مرافقيه وأكدت المصادر نقل طالب ومرافقه إلى الحجز تمهيدا للتحقيق معهما في قضايا إرهابية ومن عنوين الموقع الأمانة العامة لجامعة عدن توضح أسباب تأخر رواتب منتسب الجامعة وإلى موقع التغيير لت والذي عنون في صفحته الرئيسية القاعدة تبدأ بتصفية قيادات المقاومة في الجنوب وقال الموقع قتل القيادي بالمقاومة الشعبية في عزان بمحافظة شوى منصر بعوضة وأخيه في اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم القاعدة أنصار الشريعة ويفيد الموقع القيادي في المقاومة الشعبية بعوضة يعتبر أحد القياديين الذين قادوا عمليات المقاومة الشعبية ضد أنصار تنظيم القاعدة في مدينة عزان لتحريرها وقال الموقع سبق أن تلقى القيادي تهديدات كثيرة بتصفيته من قبل القاعدة في حال لم يسلم نفسه لهم وفادت مصادر محلية بأن التنظيم قام بنشر عناصره في المنطقة التي يسيطر عليها تحسبا لأي هجوم من قبل المقاومة أو أهل القتيل مزيك الثقافة والانتماء في اليمن تحت هذا العنوان كتب حسن الصبيحي مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال الكاتب الوطن العربي بواقعه الحالي ينقسم إلى عدد كبير من الأقالم لدينا المغرب العربي وواد النيل والشام والخليج العربي ثم اليمن وبمراجعة تنوع اللهجات نجد أن تماثلا كبيرا يصل إلى حد التطابق بين أكثر من دولة في إطار الأقليم في حين أن اللهجات اليمنية لا تدع مجالا للحصر ذلك أن اللهجات في عموم اليمن قد تختلف بين قريتين متجاورتين لا تفصل بينهما سوى كيلومترات عدة ولم يقتصر التنوع في اللهجات على مستوى التجمعات السكانية الكبرى مثل عدن وحضرموت في الجنوب وصنعاء والتعز والحديدة وإب في الشمال ولكنها تتعدى داخل هذه الحواضر والتجمعات الريفية المحيطة بها فماذا عن بعض المظاهر الثقافية كالفنون والأداب؟ إنها بدورها تتنوع بتنوع اللهجات والمناطق الجغرافية فعلى سبيل المثال العرب الذين لا يخفون إعجابهم بالفن اليمني يعرفون الفن العدني واللحجي واليافعي والحضرمي وهي فنون الجنوب ويعرفون الفن صنعاني والتعزي في الشمال ولكن توجد أيضا فنون متنوعة تلازم الفنون الأخرى كالرقصات الشعبية وأغاني الأفراح والاحتفالات الدينية التي تتخذ مسارات فلكلورية تتنوع بتنوع الأرياف المتعددة في اليمن لكن ما هي القضايا التي يجمع عليها اليمنيون وتحظى باهتمام كبير بين سكان الجنوب والشمال إنه بصدق الإجماع على كراهية علي عبدالله صالح ونظامه الفاسد وكراهية الحوثيين الذين يعملون على إعادة اليمن إلى عصور الظلام فقد تشكل رأي عام ضاغط لإنهاء مظالم امتدت ثلاثين عاما مع صالح ولم يعد بمقدور أي يمني العودة إلى عصره كما لم يعد بمقدور اليمنيين تحمل نظام حوثي قد تتاح له الفرصة لإقامة نظام ملالي إلى موقع يمن منتر والذي عنونا في صفحته الرئيسية الزبيب يختفي من أعياد اليمنيين لأول مرة الموقع قال في التفاصيل يشهد الزبيب اليمني الأصل ارتفاعا جنونيا واصلا إلى ستين ألف للعشرة الكيلو بعد أن كان لا يتجاوز عشرون ألفا بسبب تقديس التجار له وإخراجه قبيل العيد بأيام قليلة ويضيف الموقع يستبدل اليمنيين الزبيب الصيني والهندي وأصنافا أخرى عوضا عن الزبيب اليمني لعجز البيت اليمني عن شرائه بمبالغ مرتفعة وأوضح مالك أحدى المحال التجارية الخاصة ببيع الزبيب ليمن منتر في كل عام تقوم مناطق بني حشيش ببيع الزبيب البلدي للعاصمة صنعاء وهي أكثر مديرية تغذي صنعاء بالزبيب البلدي إلا أنه هذا العام كان مختلفا تماما وتابع قائلا بأول مرة يقوم التجار بتأخير إدخال البضائع إلى صنعاء وتكديسها في مخازنهم ما تسبب بارتفاع أسعاره وإلى موقع الاشتراك نت والذي عنوان في صفحته الرئيسية ميليشيا صالح والحثي تواصل مدهمة منازل المواطنين بالحديدة وقالت التفاصيل اقتحمت ميليشيا علي صالح والحثي منزل أحد المواطنين في حارة البيضاء بمحافظة الحديدة غرب البلاد وقال مصدر المحلي للاشتراك نت إن الميليشيا اقتحمت منزل المواطن صالح الواقدي في حارة البيضاء بدون أي مسوغ قانوني وروعت ساكني الحي وذكر أن الميليشيا لفذت عددا من عمليات الاقتحام للمنازل خلال الأيام الماضية واختطفت عددا من الشباب ولم تفرج عنهم حتى اللحظة وأكد أن المعظم أحياء الحديدة تعيش حالة رعب وخوف من الممارسات التي ترتكبها الميليشيات بحق المواطنين ويتابع الاشتراك نت وتشهد شوارع الحديدة انتشارا غير مسبوق لميليشيات صالح والحثي فوق الأطقم المدججة بالسلاح وفق ما ذكره المصدر قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نعود الترحيب بكم مشاهدنا الكرام ونصحابكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من صحيفة الخليج والتي تابعت المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات في حق أطفال مأرب وعنونات الصحيفة مقتل سبعة أطفال في مجزرة بصواريخ الحثي عشية العيد في مأرب وتقول الصحيفة في التفاصيل ارتكبت ميليشيات صالح والحثي الانقلابية جريمة مروعة جديدة وقبل ساعات قليلة من موعد إفطار آخر يوم في شهر رمضان بحق خمسة عشر طفلا في محافظة مأرب وقالت مصادر محلية إن سبعة أطفال قتلوا وأصيب عشرة آخرون في انفجار صاروخ كاتيوشا أطلقته الميليشيات على حي زراعة بضواح مدينة مأرب عاصمة المحافظة وأوضحت المصادر أن الصاروخ انفجر وسط عدد من الأطفال كانوا يلهون عصر أمس عشية عيد الفطر في حي الزراعة السكلي وإلى صحيفة العرب الجديد والتي عنوانت أعياد اليمن أفراح مؤجلة وتقول الصحيفة يحل عيد الفطر على اليمنيين وسط غياب مظاهر الفرح التي ترافق الأعياد عادة بسبب ظروف بالغة السوء التي نتجت عن الحرب المستمرة منذ عامين في البلاد والتدهور الاقتصادي الحاد وتفيد الصحيفة هذا العام الأسر اليمنية الأكثر فقرا ليست وحدها العاجزة عن تأمين حاجيات العيد إذ أن عشرات آلاف من الأسر ذات الدخل المتوسط لم تتمكن من توفيرها وتنقل الصحيفة عن أحد المواطنين قول أسوأ الأعياد في حياته حيث يعتمد على راتب شهري حيث يعتمد على راتب شهري أن تضيره ولم يأتي تتابع الصحيفة لا يكترث النازحون في المخيمات أو المؤسسات الحكومية بالعيد فالأيام متشابهة بالإسبة إليهم ولا يختلف يوم العيد عن أي يوم آخر صحيفة عكاض السعودية عنونت مقتل قيادي حوثي والمقدشي دخول صنعاء قرار سياسي تقول التفاصيل قتل قيادي حوثي بارز في محافظة الجوف في الوقت الذي يواصل فيه الإنقلابيون خرق الهدنة واستهداف المدنيين في تعز وبقية المدن اليمنية وقال مصدر محلي القيادي الحوثي علي بن حسن بن نسعة قتل بطلق ناري غربي مزرعة الوراش بمديرية المتون في المحافظة وهو ذان قيادي حوثي يقتل في المنطقة ذاتها خلال أقل من أسبوع وفي غضون ذلك أكد رئيس الأركان اليمني اليمني اللواء محمد علي المقدشي أن قوات الجيش اليمني في كامل استعداداتها لدحر الميليشيات وتنتظر قرار القيادة السياسية وطمأن المقدشي سكان صنعاء بالقول إنه تم الإعداد بشكل موسع ودقيق لتجنيب عاصمة اليمن الخراب والدمار وسيعرف ذلك في حينه وأشار إلى أن المتمردين الحوثيين لن يلتزموا بأي اتفاق كما هي عادتهم وحاولوا استغرال فترة المفاوضات اليمنية في الكويت لكنهم فشلوا سنوات الصراع بين الوطنية والطائفية تحت هذا العنوان كتب عاطف الغمرم قاله المنشور في صحيفة الخليج وقال الكاتب في ظروف هذا العصر وتفشي ظاهرة المنظمات التي ليست دولا ولا تلتزم بالقانون أو بالمعايير القانونية الدولية فقد صعدت قيمة الرقم الأساسي في قوة الدولة ومكانتها وهو القوات المسلحة التي تجاوزت مهامها في حماية الحدود إلى حماية الداخل من جماعات العنف المسلح وفي تحليل لهذا الجانب فأن البروفيسورة توبي دوج أستاذة العلاقات الدولية بجامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية كتبت دراسة استشهدت فيها بالعراق كنموذج وقالت إن فشل بغداد في ردع تقدم داعش يفهم جيدا على ضوء دراسة الطرق التي اتبعتها الحكومات التي حكمت العراق منذ العام 2003 والتي قوضت بشكل منظم كل رقن من أركان بقاء الدولة وخلقت أزمة تسببت في انهيار العسكرية العراقية كل هذه الأسباب أضعفت من الروح الوطنية خاصة بين القوات المسلحة وظهر ذلك بقوة في تنامي المشاعر الطائفية التي من شأنها أن تمزق أواصر التماسك المجتمعي في إطار دولة وطنية يجمعها الانتماء لوطن له عندها الأولوية قبل تغليب المشاعر الطائفية والفئوية إن إثارة النعرات الطائفية وإضعاف مفهوم الدولة الوطنية الحاضنة لكل مكونات الدولة لم يأتي مصادفة لكنه كان مخططا ضمن حسابات قوى كبرى لاستمرارية سيطرتها على مناطق إقليمية تحتوي مصالح استراتيجية لها وكانت هذه القوى قد أطلقت في بداية التسعينات حملة ترويج لفكرة نهاية عصر الدولة القومية ومبشرة بالتقسيم إلى قوميات متعددة ومنفصلة في هذا الوقت كانت هذه القوى الخارجية قد رصدت تصاعدا داخل الدول الإقليمية في التخطيط لتحقيق تقدم داخلي فعلي يمكن أن يضعها في وضع المنافسة مع الكبار وإلى صحيفة القدس العربي والتي تابعت الشأن اليمني وعنونت جنود موالون لعلي صالح يتظاهرون ضد الحثيين لدفع مرتباتهم متهمينهم بالفساد ونهب المال العام تقول الصحيفة في التفاصيل احتج العشرات من الجنود الموالين للرئيس السابق صالح في ذمار وقطعوا الطريق الرئيسي في المدينة احتجاجا على عدم صرف أجورهم من قبل جماعة الحثيين التي تحكم سيطرتها على المحافظة وقال مصدر المحلي إن الجنود المنتمين لقوات الحرس الجمهوري سابقا والتي كان يقودها نجل صالح قطعوا شارع تعز وسط المدينة ومنعوا مرور المركبات فيه وأضاف المصدر رفع المتظاهرون شعارات تطالب جماعة الحثي بالرحيل عن المحافظة واتهموا مسؤولنا في السلطة المحلية وقياديين في الجماعة بالفساد ونهب المال العام تحت ذريعة التصدي للعدوان وإلى صحيفة السياسة الكويتية والتي عنوانت تجدد المعارك على الحدود اليمنية السعودية إثر هدوء استمر شهرا وجاء في التفاصيل عادت المعارك الميدانية بين الطرفي الصراع في اليمن إلى مدينتي ميدي وحرض بمحافظة حجة إثر فترة من الهدوء شهدتها المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية وقال مصدر في المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للحكومة إن معارك عنيفة وقعت في مدينتي ميدي وحرض بين القوات الحكومية اليمنية والحثيين وأضاف إن المعارك تجددت بعد دفع الحثيين وقوات صالح بتعزيزات عسكرية كبيرة لمهاجمة مواقع الجيش الحكومي مشيرا إلى أن التعزيزات قدمت من معسكر العمالقة في محافظة عمران شمال صنعاء الذي تسيطر عليه الحوثيون أو سيطر عليه الحوثيون مطلع مايو الماضي وإلى صحيفة البيان الإماراتية والتي عنونت في إحدى صفحتها التمرد الحوثي يصاعد اعتداءاته في العيد تقول الصحيفة في التفاصيل نقلا عن مصدر عسكري إن الجيش الوطني صد هجوما للميليشيات الإنقلابية استهدف مواقعه في أكثر من جبهة تضيف الصحيفة تواصلت المواجهات بين الميليشيات والمقاومة في حي الزنوج وفي محيط معسكر الدفاع الجوي شمال وغرب مدينة تاعز في حين قصفت الميليشيات حي ثعبات جنوب شرق المدينة وبعض الأحياء الغربية للمدينة وفي نهم كشف الناطق باسم المقاومة الشعبية عن جاهزية المقاومة لصد أي تحرك للميليشيات وإلى صحيفة الحياة اللندنية والتي تابعت الأحداث الأخيرة في عدن وقال في الصحيفة ستة قتلى في تفجيرين استهدف معسكرا قرب مطار عدن حيث أعلن مصدر عسكري أن قاعدة عسكرية في خور مكسر قرب مطار عدن الدولي استهدفت بهجوم بسيارتين مفخختين ما أسفر عن سقوط ستة قتلى على الأقل وقال المصدر إن المهاجمين فجروا سيارة مفخخة عند مدخل القاعدة ما فتح الطريق لآلية ثانية اقتحمت القاعدة وانفجرت في داخلها وذكر شهود أن اشتباكات اندلعت بعد ذلك بين الجيش والمهاجمين في القاعدة التي طوقتها القوات الحكومية ونقلت إليها تعزيزات بهذا القدر من الصعف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه ودعونا نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة